أخبارنا مع الشكاية التي تقدم بها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حق عميد البياترا أنيب العمومية بالمحكمة الابتدائية بيتونس تأذن لبارح لأعوين الفرق المركزي للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعميد الأطباء البياترا أحمد رجب بسبب شكاية تقدم بها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتوجيه تهم له تعلقت بإثارة البلبلة والنشر أخبار كذبة من شانها الاعتداء على حقوق الغير على معنى المرسوم 54 وفق إفادة عضو مجلس العمادة عبد الرؤوف الذويدي وكشف الذويدي في تصريح اللاديوانة فاهم أن عميد البياترا صرح إلى أحدى الصحف المكتوبة عن الأمراض الحيوانية وانتشارها في تونس وما خطرها على صحة الإنسان والحيوان طالب بمراجعة تعريفة التوكيل الصحي وأشر إلى أنه تم استدعاء عميد الأطباء البياترا نهر لحد للتحقيق معه أمام الفرق المركزي للحرس الوطني بالعوينة طلبنا بالمجلس العمادة تعريفة التوكيل الصحي وتم نشر مقال تعرض فيه العميد يمثل الأطباء البياترا لكل منع وخرج مقال صحفي حول الأمراض الحيوانية انتشارها في تونس مخاطرها على صحة الإنسان على الصحة الحيوانية ومراجعة تعريفة التوكيل الصحي معنى هو خروجه لتمثيل البياترا لكل معنى مش عبر عرائي الخاص عبر عرائي البياترا لكل بعثوله نهار لحد للعوينة للتحقيق وثم شكاية معنى إثارة البلبلة تنقل السيد العميد نهار لاثنيا للعوينة وتم علامه أنه تم شكاية مقدمة من طرف وزير الفلاحة المنشورة 54 جهلي نشر أخبار كاذبة من شأنها لاعتداء على حقوق الغيب في ذات السياق الطرق النابي السنمامي عن الكتلة الوطنية المستقلة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور وزير الفلاحة طرق لموضوع إيقاف العميد واعتبر أنه لم يخالف القانون بالأملاي بتصريح صحفي حول التوكيل الصحي والتنبيه لخطورة داء الكلب والكلاب السائبة على المواطنين التوكيل الصحي ليهو تكليف من وزير الفلاحة للأطباء البياترا الخواص للقيام بحملات التلقيح الوطنية تحديدا للأبقار والأغنام والكلاب ضد داء الكلب سيد وزير الفلاحة اليوم معناتها هل من توضيح على هذا الموضوع اللي اليوم سمعنا عليه برشة إحديث وخاصة أنه وحنا نتناقش في مشروع هذا القانون وأنه نعرف حسب ما اطلعت على صفحة لوزارة الفلاحة الموقع الرسمي أنه العديد من لقاءات اللي جمعتكم بممثلي المهنة البيطارية واتحدثته في العديد من المرات على التوكيل الصحي الذي لم ينطلق إلى حد الآن وزير الفلاحة في الرد على التساؤلات بعض النواب منهم من نائب ياسين مامي اللي كنا نسمعوا فيه في البداية ما اترقش إلى موضوع عميد الأطباء البيات رأتحدث على فساد الإدارة رأتحدث على لوبيات في الإدارة وقال أنه وزارة وزارة الفلاحة عديت عديد القضايا المتعلقة بالفساد واللوبيات وما زالت التوى قادت عادي في قضايا لحماية الدولة قال التوى ما زلنا نقاومه في اللوبيات اللي تحب ترجع بين التالي حكي على موسم الزيتين حكي على المياه حكي على زراعة الكبرى حكي على نقلة نوعية في الصناد بيش تصير وقال أنه أعوان وزارة الفلاحة على حسب قوله يخدموا مظلام لظلام كما قال هو قال أن الحكومة هذه تخدم وتقدم وهذه مش بالكلم هذه بالأرقام والمؤشرات وفي رده على الموضوع المتعلق بعميد الأطباء البياترا قال إنا ما نجمش نحكي في الموضوع والموضوع هذي عند القضاء ونسكروا القوس ونواصلوا قال إنه قطاع الأطباء البياترا مهم جدا وإنه قال بيش يتعامل قال إلي بيش يتعامل مع الدولة وما يحسس هيش اللي هي الدولة ما نجموش نتعامله معاه قال إنا فيه مطبيب البيتاري ونحبو نعاونوه مروين عشوري عندك اه احتفاظ بعميد البياترا صحيح هو احنا في في وطن الاحتفاظ فيه سهل الايقاف والاحتفاظ والتحقيق والإطالة والتطويل في مدة التحقيق سهل برج هيت نفهم وشنية الأسباب اللي خليت اليوم عميد البياترا رهن الايقاف او رهن الاحتفاظ بيش نحكيه بالجارجون اللي متقدم ليني أنت تسأل فيه بسؤال اين عمسيتي اين عمسيتي المقارب زيحت ذاته قريتوز اليوم الصباح اي 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 شعمل لو عميد البيات قريتو ثلاثة ولا اربع مرات صدقني للقيت فيه كلمة للقيت فيه كلمة يعني فيها تجريح او فيها ثلب او فيها معانتها عميد البياترا يتحدث باسم اه جسم مكون يخدم فيه علاقة بوزارة الفلاحة وفهم بعض الامور ما هو مش من تفقين فيه هذا هو القصة الكل هو حسس الدولة اللي هي مهيش دولة لحسب اه كلام لوزير قالك احنا اللي حسسنا اللي حسس الدولة اللي هي مهيش دولة او يتعامل معها الان الازات انت تلز فيه بش نخلط عليه يضر لا 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 ابدا لا لا خطر شوف اذا كان اه الدولة اللي ترتعد من تصريح اه في شريدة والدولة اللي ترتعد من ستاتيو في فيسبوك والدولة اللي مفجوعة من من الميكرو ومن القلم ومن التلفزة راي مهيش دولة ساعة من الول عمدي واضحين ما راي هذي هال هال مفجوعة ذي اللي هالي ترعش بكلها راي عمرها مكان الدولة مش خلتبدأ الساعة امورنا واضحة وكل واحد عدا يركب راسه ويعمل ويتصور الدولة كيما يتصورها سيد وزير الفلاحة يجي في حكاية اه حكاية سي احمد رجب اللي نكنولو كل الاحترام لانو من الناس اللي نتعاملو معاهم بصفة بصفة منتظمة في عملنا الاعلامي وانسان محترم وانسان قامة علمية وانسان مع انت راو راو اه بالحق انسان محترم جدا اه كي نجي ونحكيو على القضية متاعو اه نقولو لي عند القضاة ما نتكلموش وهكا قال زين اي نعم اما محاربة فيسيد الادارة واللوبيات اذيك مثال مايش عن القضاة اذيك مايش عن القضاة ما قال سيد الوزير عملنا قدمنا قضايا ولي اهما نحكيو عليه اذوكم مثال شي حاطر يحبوا يرجعونا للوراء ماانت كي نحبو ان اه ان بيعوا باها الحكاية وقتها مثالش ولا يقع قدام القضاة ولا مش قضاة ما يهمش والحرص هذي على الاباهي سيده مثالش اه كان نفرضو سيد العميد عميد الاطباء البياطرة سيده مثالش يمشي في العفس اذا كان بالرسم ينحاربوا في الفساد ما فساد الادارة وفساد اللوبيات واللي في قايمتله الوزارة ونخدمه ونعمله واندرش نوه ما عارفوش يعايته حتى اللوبي وياحد نهار لحد بعثين له استدعاء نهار لحد الراجل يمشي نهار الاثنين يبات في قلبه عميد الاطباء البياطرة على مجرد تصريح يبات في الحبس شنوه معنى تونس خير ولا تكاكا كي من البارح كي من البارح لليوم ومزال ومزال في الحبس هاي دا الاحتفال هاي مزال سي احمد رجاب تونس تحسنت معناها من البارح لليوم اصبحت اكثر امان مثلا ولا الدولة ولات محترمة اكثر الدولة ولات عندها هيبة معناها بين البارح واليوم كي تعمل هاكا حق الناس بالمعلوم هاي كاركروا ناس وانا نحنا راعية سهي نحنا راعية سهية ذاكملناها الموضوع هاما مسيدي مسايش عملوا نفس الشي ضد الفاسدين هاي عملتوا فيها موضوع العلف هادا العلف مش عملنا له ديوان مروان لا مزال هبط في الرايد الرسمي حتى تشوف قد نهبت نشدك الرايد الرسمي ونبدأ نهبط لك كان أخي واقف على ذاك اهيا هاي عملتوا فيها موضوع العلف مش قلنا شدين وثلاثة الشركات وهما اللي غليوا وهذا مش مقبول وهذا يندرشنوه تابع شكون القطاع ذا تابعني انا نحط عميد البياترة في الحبس على خاطر قال يا ناسرة ومش معقول لانو الطبيب البيترة يمشي لقح بربعة مية وخمسين فرنك تقلقت هي الدولة ما يجيش قالت الزح كيفاش نظل ما كنت تتكلم يذور لي ذاكش قلقها للدولة كيفاش انا دولة ما نطبقش قانون على خاطر نفس التعريفة هذي رو بالقانون تتراجع كل خمس سنين هذ التعريفة اللي يحكي عليها سي احمد رجب يطبقوا فيها من 2013 ما تراجعتش قال يا ناسرة وفهم قانون يقول التعريفة راي تتراجع الدولة تقلقت كيفاش ما تطبقش القانون معناها هذا هذا وهذاك عليش يلزمنا لكلنا نحكيه مع الدولة كدولة البيتر يلزمو يلقح ميات دابة ولا ميات كلب بش يخلط الخمسة واربعين دينار شختي لم خمسة واربعين دينار وبسكيت عيشك بقاطر ما مش نقول يزيد يمشي العميد متع المهنة ذيك يقول يعمل تصريح سوحوف يقول لارا ومش معقول لا ما نجيش وهي بت الدولة وين مش نواصلوا بعد شوية مش نواصلوا في قراءتنا وتعليقنا على اخبار الاربع وعشرين ساعة قبل هدايا ناخذوا عنوين النشرة المفصلة اللي بيجينا بعد ساعة من الان صفي المحرر اهلا وسهلا بك واصل معكم في لماك اكس بريس بعد ما يقارب النص ساعة من الان في اشتاغ نحكيه على مسرحية بلو عالم يكون معنا المخرج متاع المسرحية هذه والممثل فيها دايور نبيل دخسن يكون ضيفنا في الستوديو في اشتاغ قبل هدايا بش نواصلوا مع اخبار الاربع وعشرين ساعة نائب في مجلس نويب الشعب عن كتلة لينتصر الشعب النوري جريدي وصفا لحكومة بحكومة الفشل الذريع التي تبيع الكلام والوهم للشعب وقال ما هي انجازاتكم الصناعية والطاقية والفلاحية العمليقة انجازاتكم تضخم وارتفاع للأسعار وأضاف لو يملك مجلس نويب الشعب ذرة جرأة واحدة كي يكون متحملا لمسؤوليته التاريخية فليشرع في اعداد لائحة لوم لهذه الحكومة الفشلة وأضاف خلال جلسة عام اليوم بحضور وزير الفلاحة لنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم الحياة بتنظيم تجارة دولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدة بالانقراض قال لانتم حكومة الفشل الذريع وأمام أعينكم تموت ضيعات دولية بألف الهكتارات في الشعال وجندوبة وباجا وسلينا وسند وانفيذا كما أنكم تصرون على استيراد البذور وتهملون الإمكانيات الهائلة لبنك الجينات أنتم حكومة الفشل الذريع وقطع الأعليف تتحكم فيه عصابات تعريفونها والأراضي الدولية بألف الهكتارات لا يستغلها إلا المضاربون والمحتكرون أنتم حكومة الفشل الذريع لأنكم تبعون الرحمة لهذا الشعب والكلام ولا شيء غير الكلام إن كان الأمر على خلافها ما أذهب إليه فما هي منجزاتكم؟ ما هي مشاريعكم التي أنجزتموها؟ إنجزاتكم تذخم وغلاو أسعار كيف لدولة تملك ما تملكه تولس في المياه الجوفية المتوفر في تطويم؟ أن يكون حالها في الفلاحة مثل هذا الحال ولو يملك هذا المجلس ضرة جرعة واحدة كي يكون متحملاً لمسؤوليته التاريخية فليشرع في إعداد لائحة لوم لهذه الحكومة الفاشلة على معنى الفصل 133 من النظام الداخلي المستند على معنى الفصل 115 من الدستور وزير اللافلاحة عبد المنعم بالعاتي يجيب على هذا الناب ويقول ليس لدينا حكومة فاشلة ولنا حكومة تعمل وهناك تسريع في أخذ القرارات خاصة على مستوى كل ما هو تشريعي كما وصف الظروف المناخية التي تمر به البلاد منذ سنوات بالصعبة وأشار إلى أن ذلك ليس مسؤولية وزارة اللافلاحة ودعا إلى أن تكون تدخلات النواب وملاحظاتهم في إطار الاحترام هو منوان ال54 يمشي عن نوابه؟ عندهم حسان مش تتنحى الحسانة مش هلين المجلس تهى المقربات الجديدة؟ ليه مش تتنحى الحسانة على ال54 عادة؟ ما تجيش وزي ال54 يتطبق كان على الرعاعة على الزواب الأمور إذية ليه؟ مش نستعملوا سينوري جريدي سينوري جريدي اللي هو نائب بمجلس نواب الشعب يبدو كونه بين الظفرين يلا بخيو سيريو المنصب معناه؟ نائب 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 مجلس نواب نائب شعب معناه؟ اي كانو ما كانو جاد عليها لحكاية كانو ماوش داخل في اه؟ اي كانو ماوش داخل يعني في المقاربة؟ في المهجة العامة منطع الحكومة باهية والحكومة تخدموا وقاعدين نقدموا وثورة تشريعية ومنوع الاقتصادي ومعناش معارضة يالور ومعن كينو كما فيتو الشاي ذا الكل والقيادة الحكيمة والرشيدة متاع السيد رئيس الجمهورية وذي كنو ما متاع تتغشش شوية سينوري جريدي با هوا لما حالا راو يغلبنا الكل سينوري جريدي يغلبنا الكل من ناحية توأنو كي ما يقولو الفرنسيس يعني نعاود ونقراوك نعاود ونسمعو شنو شنو قال نسمعو المؤيدات ما نسمعوش حاجة غالط بالحقيق ممكن فاما هكا شوية شوية اندفاع ممكن فاما هكا شوية كلام كبير سوية فورم انا يتحكي انت اي شكل شكلية ناي شكلية المسالش كاني ناجم يقول نفس الكلام بطريقة هادئة ممكن اكثر وقتها وقتها ما يقلقش الوزراء وقتها مثالش او كنقعدنا في كنف الاحترام هو ذاك المهم حسب الحكومة الحالية المهم هو في انو نقعدو في كنف اي نقعدو في كنف الاحترام وما نقولوش كلام يوجع وكهو مبعد ما عناش ماء معناش او معناش روز معناش او صوسة ما فيهش صوسة ما فيهش الماء بنعروس او كيف كيف اليوم يظهرلي كامل نشغل من اليوم حتاكش الماثلاثة متع الصباح اي 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 بلا معني بالامر يعني فما عدد من المواد الغذائية الاساسية مثلا مايش اه سفر فاصل اربعة نسبة نمو ستاشف فاصل اربعة نسبة اه نسبة بطالة ماذا يقولو عنا تفاصيل مايش مهمة هذي هذي الارقام والمؤشرات اللي يحكي على وزير الفلاح ماذا المهم ماذا يكون اللي ازي تقولو بحتيغان اه رد بالك خاطر ماك تعرف الدولة رايغ تتنبز فيسا حساسة عنا دولة عنا دولة حساسة شوي اي اما ممشيش تاخذ المؤشرات اذي كله تقول فشل اما مروين زينم سيد الوزير حسب صلحلي وزينم كان غلط في الرد متاعه قال ما عناش حكومة فياش لا عنا حكومة تعمل مهم مقالي زادا شنو تعمل قال تعمل لكه بارك الله وفيكم سيد داي معناته يخدموا معناه هذا شنو يقصد هذا شنو نجم يكون يقصد ادامكم الله ذخرا لهذا الوطن زادا مروين بارك الله وفيكم حبيتوا تشدوا وزرق الله نحن نحن ممتنون جدا انكم حبيتوا تحكمونا عتيني طريقة نجم نقولوا بها الشي اللي قالوا سين نوري جريدي اكثر هدوء وقتلي نوري جريدي يقول لهم يحكي مع الدولة هنا يقول لهم امام اعينكم تموت ضيعات دولية بالف الهكتارات واحتمام مثال شعال اللي هو حقيقة انا اذا كان يحب سيد وزير الفلاحة يتحول على عين المكان ويشوف المشطرة اللي قدامه اللي هي في وقت ملوقات كانت اكبر غابة زيتون في العالم يزي يولدي ما عندكش حصانة غابة شعال لا 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 أنا قاد نعود في كلام سين نوري جريدي لا لا خاتي اخوك اللي عنده حاجة شو محاسي نوري صحي انا عنده الحصان اه من طب وزيد انا شو دعيت وزير الفلاحة مش مش للشعال ما انا يحب حتى انقصله للتسكر انقصله ثم حتى تقلق فما غادي تعديه ولواجهات فما عادة وسائل نقل توصل يقول له كيف كيف ضيعات دولية في جندوبة وباجة وسليانة وسند وانفيظة يقول له تصرون على استيراد البذور وتهملون امكانيات الهائلة لبنك الجينات ويقول له اه قطاع الاعلاف اه تتحكم فيه عصابات اه هو قال له تعرفونها انا من عرش كان يعرفونها الحكم تعربي نجم كلهم ما يعرفوهاش سيدة مروين سمحني اه والاراضي الدولية والاراضي الدولية بيالف الهكتارات لا يستغلها الا المضاربون والمحتكرون تيال كلمة هذي تعرضني ديما حكاية المحتكرون هين لموضها حتى هي عندك حاجة محتكرون ايوة مش تدخل يظهر لي في التعابير اليومية اللي نستعمل شبكرة واحد ماخر محتكرون مثلا تولي حاجة جديدة عندك هيو تركيبة الديمغرافية اه اش مش نقولك اه هذي راو انا نحييه الساعة النوري الجريدي على خاطر اه بعيد على المننجم ونقولوه على فحوة الكلام ممتاعه بمعنى انه فهمش كوني نجم يقولك راو فيه مبالغة او لا فيها اما النائب يعني اه تكلم تفرجت فيه اليوم تكلم من جوارح وتحسوا معناها كإنسان تكلم بصدق في الكلام اللي قالو كله وراو اه اقيد زادة باش هالمجلس هذي يتحرك شوية خاطر من جملة الكلام اللي قالو سينوري الجريدي قال راو نحن صوتنا على قانون المالية اللي هو تعيس وخايب وكذا ما قالش ما استعملش المفردات هذي اما بما معناها رانا عدينا قانون المالية ونحن ماناش فرحانين بيه يعني اكثر في علاقة بالوضع متاع البلاد وما نحبوش نعطل ونظر اشنو وكذا السيدين ما عادش تعمله الحكاية ذي تقول بكل بساطة اه النائب يصوت مكش مقتنع ما تصوتش بكل 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 بساطة انت غاديك لهذا كان كان على مستوى شخصي كمحلل ومتابع كان شأن هذا البرلمان يكون اهم ببرشا لو خدم بطريقة جدية على قانون مالية الفين واربعة وعشرين وعلى جملة القروضات اللي تعديت قدامه مبعد كل واحد عنده كيفاش باش يعني يقيم مدى نجاح او فشل حكومة ما اما ولو ولو باش نعاودها الفكرة للمرة ندرك قديش رو من غير الطبيعي الى حد الان انه بلاد عاملة سفر فصل اربعة في اتعس نتيجة معند كاننا حيو عام الكوفيد وليد صلاح اللي كان غالط يظهر لي من اتعس نتيجة في الثلاثين اربعين سنين الخرانين كوفيد والفين وحداش عام الثور حتى والفين وحداش ما 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 طحناش هك طو نثبته اما ما وحداش دعام الكوفيد ايضا عملنا نمو سلبي في غير العامين هذو ما في الاربعين سنين الاخرانين ما عملنش في الفصل الاربع ولليوم ما زال الموضوع ما هو له مقلق اهتكاء له مقلق حكومة ولا من ناحية الوزراء المعنيين بشأن الاقتصادي لا من ناحية رئيس الحكومة لا هو على طاولة رئيس الجمهورية نتبع في المناولة في مواضيع جانبية وتفصيلية راه هذا حاجة تعيسة جدا وعلى اعتبار وانه ونختم هنا على اعتبار وانه نفس الحكومة هاي اللي قاعدة تخدم منذ السيدة نجلة بودن مع انت تقريبا متبدلتش فيها حاجة كبيرة راه واذا كان في عام الفين وثلاثة عشرين نجي ونعمل 0.4 انا واحد من الناس كمتابع ناخذها من المؤشرات الجدية على مدى نجاح او فشل تلك الحكومة لقاء يجمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة نرجو بعد شوية على الفحو متعلق هذية فاصل قصير ومواصلين في لوماجيكسبرس اشتركوا في القناة وحنا نحكيه على نسبة النمو مروين قبل الفاصل الفين وحداش حسب ارقام البنك الدولي تونس سجلت نمو سلبي باثنين في المئة وقتها عام ثورة وهذا مفهوم جدا زيادة على نمو سلبي بثمانية فاصل ثمانية في المئة في عام الكوفيد هذو ما اتعى السنوات من ناحية ما دم يتحسبوش لانه فما احداث خارجية نقول بالضبط في غير هذا 0.4 مرة بالضبط دوك ما ما يدخلش في الحساب دون هذية الموضوع سمحوني هذة تليفون هاجر وقرب دون هذية ما عملناش نمو سلبي او على الأقل نمو بالطريقة هذي كما اللي صار في الفين وثلاثة وعشرين 0.4 في المئة بش نحكيه على لقاء لرئيس الحكومة برئيس الجمهورية شكد رئيس اللاجمهورية خلال لقاء جمع البراح برئيس اللاحكومة على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقوة لما يسمى بالأليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها فكما أن الذي يساهم برأس ميل في مشروع معين يريد الاستقرار فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل فأليات التشغيل الهشكامة توصف التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدلة ولا إنصاف فيها وفق نص البلاغ اللقاء كما كنت نحكي جمع رئيس الجمهوري التونسي سيد قايس سعيد برئيس الحكومة التونسي سيد أحمد الحشين حكيوا فيها حكيوا فيها اللقاء على آلية التشغيل الهش آه واللي التي تعادثت أرقامها لا استقرار فيه شأنها شأن آلية العقود المحددة في الزمن آه ياخي صلاح لي مروان مش الدولة التونسية هي اللي قاعدة تشغل في آلاف من الأساذة والمعالمين النواب في إطار تشغيل هش آه معناها على بزو معناها إدعم عيمال عشان قاعدين نحكيه وإحنا هون عشان قاعدين فاق معين عبك فاق ده ليه فاق معاكم كيما يلزم قاعد في نفس الوقت نعمل في بعض بعض ما عند ما عند اللي يهموا الموضوع النجم يدخل على الصفحة الرسمية بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي آآ يلعب اليوم آآ ويعاودي قاعد يعاودي بارتاجي في حويج قديمة جدا منعرفش الرسالة للشكون وكذا أما آآ فيها رسالة على كل حال مثلا كنجيبوا نعمل يهبطوا من عشرين أكتوبر الفين وعشرين وين صار التوقيع التاريخي لانهاء واحد من اكثر اشكال اشكال التشغيل الهش بشعة انهاء معاناة عمر الحذار وكان قولي صحح بسم الحكومة هو محمد رابل سيوزير الشؤون اجتماعية وقتها آآ في اثنين ما الفين وحد تم انضاء محظر اتفاق الغاء العمل بالمناولة في القطاع العام بسفة رسمية يوم الجمعة اثنين وعشرين افريل الفين وحد هذا يبدو انه فما كانو الاتحاد سامحوني كان سهيت شوي كانو الاتحاد يحب يذكر وانو راو فيه فيه اتفاقيات معنا الموضوع راو كدولة راكم صح على حاجات راو مشتوى قمت قلت حق راي المناولة راي ما يمجيش فا كانو مطلوب من الدولة التونسية انها ولن تراجع على شنو صحت ويا حب ذا لو تطبق شنو صح حتى ولي يصبح المشكلة هذية فيما يخص مسألة المناولة ما معادش معادش ما تروح تماما آليات التشغيل الهش الآلية ربعتاش وستاش ومنعرشنية رئيس الجمهورية عنده الحق وانه يحاول يناحيهم هذا بطبيعة الحال مشروع ولكن على فمسوز شروط مهمين شرط الولاني هو انه الناس منتفعين بطريقة او باخرى من هاكل الشهرية ذيك ولا من هاكل اللي هي صحيح صحيح حكاية فارغة صحيح لا تضمن العيش الكريم ولكنها حاجة كومي مش نجي ونصلح ورودوسفر بش نصلح وحال الموظف ذاك بين ظفرين نحي لازم نشوف شنو بش نعمل للناس والحاجة الاخرى الاهم من هدايا على المستوى الرمزي وعلى مستوى العملي هو انه الدولة تونسية تبطل التشغيل للهش في مرحلة اولى كما قلت انت رحكيوا على المعلمين النواب وعلى الاساذة النواب وغيره من اشكال تغطي اجتماعي على سبيل المثال يخلصوا تسعة شهور على اثناش ونحن ماشيين ولو تزادت الشهرية متاحهم في قرارات يعني ما عندهاش برش والحاجة الاخيرة زادها وما لازم ناش فما نوع من الخلط يظهر لي بين المناولة والتشغيل الهش والعقود المحدة في الزمن ومعنتها منظومة منظومة قانونية طاع عمل واللي تساعد المؤسسات كما تساعد نوعية معينة من الناس اللي يخدموا فما الناس اللي ما ما يحبش يكون في الهشاشة وهذا حقه بطبيعة الحال ولكن ايضا ما يحبش يكون في عقد غير محدد في الزمن وفما عدد من المؤسسسات والعدد من المنشآت اللي حاشتهم مثلا بخبير في الاعلامية على مدة عام ولا على مدة عامين ولا على مدة ستة شهور فقط وبيدوا يساعدوا خاطر يخدم في خدم مخرين ومعنت من حطوش هذي كل في نفس الشكارة متاع تشغيل هش وتشغيل في غير السياغ القانوني على خطر حبيل جري مختلفة مختلفة برشا العقود المحددة في الزمن ذول اللي معروفة في تونس وفي العالم موجودة وفما برشا ناس يخدموا بالطريقة هذية فما نوع من التأثير ايضا اللي يجب يكون موجود مثلا ما تنجمش انت يعني تعمل عقد محدد في الزمن لنفس الشخص مرتين ولا ثلاثة او ربع اذن حاطر وقتها تولي وقتها تولي انت كمؤسسة تتهرب من ترسيمه حاطر لله الشخص هذك فما نوع من التأثير اللي يجب يكون وهو موجود في القانون التونسي ولازم الوقوف على تطبيق ذلك القانون ما ظهر ليش عن مشكلة تشريعية في المسألة هذة مش نختم مروين بمرافعة الشفاهية بشي قدمها استاذ القانون الدولي والخبير في القانون الدولي اسليم اللغماني قدام محكمة العدل الدولي كذا وفق تأكيد وزارة الشؤون الخارجية لأكدت في بلاغ ان الاستاذ اسليم اللغماني الخبير في القانون الدولي سيتولى بتكليف من رئيس الجمهورية تقديم المرافعة الشفاهية لتونس امام محكمة العدل الدولي أنهار الجمعة 23 فيفري وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها حول الأثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والأثار المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة كما تعمل تونس من خلال هذه المرافعة على دعم الجهود الدولية من أجل حمل الكيان المحتمل على إنهاء عدوين والغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد ووضح حد لاحتلاله لأرض فلسطين وفق نص البلاغ الأستاذ سليم اللغماني بشي قدم نهار جمعة 23 فيفري دونك الجمعة هذه بعد غدوكين بشي قدم مرافعة شفاهية قدام محكمة العدل الدولي ست غير أربع توقيت تونس تعالى على شيء بطبيعة الحال لللي أحب يتابع أول حاجة ساعة باسمكم كل نقدم التعازي للأستاذ سليم اللغماني في وفاة والدته الله يحامه وتعازينا لحقيقة هذه خبر خبر مفرح خبر باهي وأنه يعني خبير بالكاريزمة وبالوزن متع سليم اللغماني سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي يمثل بلادنا في مسألة بالأهمية هذه والحاجة الباهية الأخرى اللي ماذا بيا يعني نسطر عليها وحتى للعباد اللي يسمعوا فينا وحتى راوا في آخر الأمر كي ننقضوا وفي آخر الأمر كي ما يعجبناش الوضع ونحكيه على أداء الحكومة ولا أداء الرئيس ولا كذا وكله نابع من حرصنا ومحبتنا أيضا للبلاد ذاية في آخر الأمر علشا نقول في الكلام ذاية لأنه سيسليم اللغماني من الناس اللي نقدوا بشدة المسار متع 25 جويلية وخاصة في جوانبور قانونية والدستورية ولكن هذا ما يمنع شوى أنه في قضية سامية ونبيلة كما قضية القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة أو في هذه بمناسبة تقديم المرافعة الشفاهية الرئيس قيس سعيد وأيضا الأستاذ سليم اللغماني يعرفوا يحطوا ممكن الخلاف على أجنب وبالحق بعثنا الرئيس حريصة على أنه تونس تبعث أحسن ما عندها قاما في المجال هذية قاما في المجال بقطع النظر على أنه ما همش متوافقين في مسائل في عدد كبير من المسائل الأخرى هالنبل هذية وهالرفعة هذية حبيت نحياها لحقيقة خطر ما ما تصيرش ديما في بلادنا للأسف أما باهي وأنه الرجلين عارفوا أنه رفما حويج ممكن رمزيتها كبيرة وأسمى بكثير من الخلافات القانونية والزوز عارفوا يحطوا الخلافة ذي على أجنب والسيبيان اللي طلب من الأستاذ سليم اللغماني أو من سي سليم اللغماني أيضا اللي حط المسائلة ذي على أجنب وقبل بش أنه يقدم المرافعة الشفاهية هذي وحنا نحكيه في هذا الملف من عرش إذا كان هي مصادفة ولكن جمعة منهار تليحكينا على الشكوى متاع جنوب أفريقيا قلنا اللي القاضية اللي تمثل جنوب أفريقيا في هذا النزاع هي كذلك معارضة هي كذلك معارضة يعني من عرش إذا كان هي مجرد مصادفة ولكن في نفس هذه القضية يعني في نفس هذا الملف تونس معني سليم اللغماني كما كان يقول مروان توا من حيث رأيه في مصار خمسة وعشرين جويل يحكينا عليه منذ منذ الفين وواحد وعشرين وكان ضيفنا كان تذكر مروان صحيح في حصة سبقة هنا في إكسبريس أفام وكان تسمح لي وليد كان من اللولانين اللي قال وراه اللي قاعد يصير غالط خطر ما لازمنا نفكره لا لا وقتها مازلنا في تأويل الفصل ثمانين كانت تذكر هذا وقتها نفكره شوية في جملتين وقتها بعد ستة عشرين وسبعة عشرين جويل تونس كل رأيه معه رئيس قيس عيد بما فيه ناس موجود اليوم في الحبس كان وقتها معه رئيس وخطوة تصحيحية وكذا سليم اللغماني كان من القلائل اللي كان عندهم الشجاعة وقتها مش يمشيوا ضد الطيار تماما ويقولوا لأ رأوا على المستوى القانوني فما حميز غالط وجأتوا الإجابة في خطاب صحيح أكثر خطاب معتها هي محمد جنوب أفريقيا أيضا هي معارضة معناها وتنشط في منظمات ومعتها وزد سيست الحكومة في جنوب أفريق أي مع هذا تم اختيارها أي معتها بي أنه القضية الفلسطينية دي ما قلوها توحد وتفارق ساعات لما حالة ما لاكثر توحد يعني ويقولوا لك شكرا لك هجربو جمعا شكرا لمروين عشوري زينب الباستي نرجو بعد شوية بش نحكي وعلى مسرحيت بلو ألم يكون معنا نبيل درسن اللي هو وراء هل لكرياتياترال هذية نحكي عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية في لماك إكس بس تفاصيل بعد شوية